ليس لفتح الله جولان حزب ولا تنظيم في تركيا بل إن الرجل اعتمد سياسة دعم الأحزاب منذ كان حليفا لرجب طيب أردوغا ودعم حزب العدالة والتنمية في إسقاط الحكومة التركية عام 97 وفي إطاحة نجم الدين أربكا أبي الإسلام السياسي ومعلم أردوغا يتبنى جولان معظم أفكار مدرسة سعيد النورسي الصوفية ورغم عدم تأسيسه حزبا إلا أن له منظومة معروفة باسم الكيان الموازي أو مجموعة الخدمة يعتمد جولان على مئات المدارس التابعة له المنتشرة في العالم لزيادة مؤيديه ما أتحت غلغل أجيال تنصره في مؤسسات الدولة التركية ومرافقها العامة جميعا من دون استثناء حتى القضاء الخلاف بين الرجلين بدأ يظهر إلى العلن عام 2013 بعد اتهام جولان أردوغا بفرض الرقابة على الإعلام وإلغاء التعليم الخاص والتدخل بالقضاء وتهديد كثير من رجال الأعمال واعتقال عدد من الصحفيين أما أردوغا فقد اتهم جولان بالتعامل مع إسرائيل عندما انتقد إرسال سفينة مساعدات إلى غزة والتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وبتسريب تسجيلات استخبارية تدين وزراء مقربين من أردوغا متورطين بفضائح فساد أما القشة التي قسمت ظهر البعير فهو الكشف عن لقاء مدير الاستخبارات التركية المقرب من أردوغا حقان في دان بقادة من حزب العمال الكردستاني في النروج وفي عام 2016 أكمل أردوغا حملة اعتقالات واسعة من كبار الضباط في الجيش وعمم حزب العدالة والتنمية التضييق على كل من تثبت عليه أي مخالفة قانونية مهما صغر حجمها ممن هو محسوب على جولان لم يتردد أردوغا في كم فاه أهم مؤسسة إعلامية تابعة لجولان الأمر الذي أثار استياء واشنطن وهي مؤسسة زمان وقوامها تلفزيون وصحيفة ومواقع إلكترونية بلغات عدة